اشتركوا في القناة والاحتلال يمارس كافة اسريب القهر واكبرها وضروة التعصف الاسرائيلي هو الاعتقال هو بقاء اسرانا البواسل المناظرين مناظرين الحرية هم من هم افضل مننا هم افضل اخيارنا من الشعب الفلسطيني موجودين في وقابعين في سجون الاحتلال نقف وقفة فترة قصيرة ولكنها معبرة جدا جدا لإيماننا بهذه التجربة التي نحن جميع ما هو موجود في هذه الساحة هم من تجربة الاسر وتجربة الاعتقال هذه التجربة العظيمة التي انتجت الكثير من الكوادر ومن القيادات ومن المدارس باتجاه الحرية شعبنا الفلسطيني وبها ايضا بهذه الوقفة نؤكد على دعمنا الكامل لفخامة الرئيس ولكافة مساراته ونؤكد ايضا دعمنا الكامل لوحدة منظمة التحرير الفلسطيني ونؤكد ايضا اننا لازلنا على اهدافنا ولازلنا على الثوابت ان شاء الله انا والد الاسير يوسي مهدى ومحكومة دا الحياة موجود في السجن ريمون انا صلي 14 سنة بمتضامن مع جميل الاسرة بغض النظر عن ابني اسير هذا اليوم يعني امباني مشهود ولكن يعني لا يرتفع لها مستوى ما عند اسير او اسيرا في نفس الوقت يعني يمكن فيه اعلام او الحكومة او المحافظة حاثة على هذا الموضوع فلما يكون الحكومة حاثة على الموضوع ان اهل الاسرة يتواجده او تضامن يكون فيه تواجد كثير لجميع الاسرة نسأل الله سبحانه وتعالى ان يكون هذا التواجد دائما ومستمرا حتى نرتفع من مستوى الاسرة لان الاسرة في محنة وعلى جميع الاهل الاسرة والمسجد الحكومي والرسمي والعالم كله بأسرار يتضامن مع جميل الاسرة حتى يخرجوا من السجون الاحتلال وشكرا لجمال الفجر الجديد انا وادة الاسير يوسف مهداوي محكوم مدى الحياة موجود في نفحة يعني وضعهم سعب الاسرة تنقلات من سجن لسجن بتلعوهم من دون ملابس بتلعوهم بسحبوا كل اشي من عندهم يعني فيه مرضى فيه يعني حالتهم سيئة سيئة حتى المصار الموديها بخصموا عليهم بخصموا عليهم جزء من اي مشكلة اي اشي بحسبوها عليهم احنا منطلب من الجميع برضو يهتم بقضيتهم يكلك فين والله انا بتمنى كل ثلاثة كل ثلاثة هذا الحشق مش بس يوم بالشهر بتمنى من الجميع ومن المؤسسات ومن الكل ومن المحافظ والمدارس برضو يتضامنوا معهم هذي اليوم يعني هي كلها ساعة الزمان مش عن هالوقت بأخذش من وقتهم يعني وقت طويل يتضامنوا معهم وكيفوا لجانبهم برضو معنويات للأسرة كلهم هاي الوقفة بتمطيهم معنويات ان شاء الله الله بيفرجها عليهم الجميع ويفرجها كل الأسرة والأسيرات طبعا احنا كمان كل يوم ثلاثة هذا الاعتصام الاسبوعي طبعا اليوم الاعتصام مميز الاعتصام اليوم جيد جدا بنقدر نحكي عن كل الشكر لكل المؤسسات لشاركتنا اليوم طبعا هذا واجبها لكن احنا نشكورها كمان مرة حضورها اه وبنشكر كمان عطفة المحافظة اللي طبعا استجاب لمطالبنا وطلباتنا ودعوتنا الو بتفعيل هذا الموضوع على الشارع والضغط على المؤسسات بحضور ومشاركة اه طبعا احنا بنكون كمان لأهل الأسرة انا كمان مطلوب منكم كان اغيضا التفاعل اكثر اه والمزيد من الحضور حتى نقدر مصر رسالتنا وتكون طول كرم كما بنعرفها سباقة دائما والحاضرة في كل المناسبات الوطنية وخاصة في موضوع الأسرة اه طبعا احنا بنؤكد انه هذا اليوم احنا نخلف اسران البواسل وبنبارك للاسيرين محرين اخونا والزك للامضى 10 سنوات في وقتلال وتمينفرج عنهم بارح واخونا ماجد الجراد اللي اافرج عنهم بارح ايضا امضى 10 سنوات ونكون ان شاء الله عقبال اخوك صبحي واخوك ماجد اه طبعا احنا بنؤكد في هذا اليوم انه الاعتصامات هاي بتزيد من العزيمة اسرانها بتثبتهم بتحكيروا احنا مشتح لكم احنا خلفكم واحنا بنقول طبعا ان شاء الله نرح نزنانوا مستمرين بعزيب اكبر حتى تحريق اخيصي فرسطيني